وبعد ستين يوما بدأ العد العكسي لإقفال مطمر النعم الذي يبدو أنه يسير على سكة الخطة الحكومية بعدما أفرغت النفايات من نهر بيروت ووجدت طريقها إلى قلب هذا المطمر أما المشكلة الكبرى فتكون فيما هو آت من نفايات لا طريقة لها سوى المطمرين الموقتين قرب مصب نهر الغدير أو ما يعرف بالكوستا برافا والآخر في برج حمود ولكن ما مدى قدرته ما على الاستيعاب وما القطبة المخفية المدعوة المحرقة أنا بشك أنه يسيع على أربع سنين نقطة الاستفاهم الكتير كبيرة هي قديش وقت يعني قديش وقت وبعدين الخطة شوية بتنقز يعني واحد بدي يشتغل شوية بيئيا يعني اليوم كل ملف النفايات عم يقارب بس من ناحية مالية وريل أستات يعني او إذا بدك عقارية يعني صارنا ناخد كسرة نعمل مكسر موج ونحط الزبالة بقلب المكسر الموج ونردم فوقه ونكسب أراضي نحن رايحين على محرقة يعني هيدا اليوم الدفاتر الشروط اللي عم تنعرض وكذا انه في محرقة ألفين طون بالنهار محرقة ألفين بالنهار يعني هيدا يعطيه حالون أربع سنين تأجيبه محرقة ألفين طون بالنهار بيئيا رح بتكون كارثية لأنه يعني اليوم كل الناس عم تظهر من المحارق نحن رايحين عليها من الناحية الاقتصادية أول شي كلفتها رح بتكون كتير غالية وكلفة معالجة طنة أو حرق الطن رح تكون كمانا تقريبا يعني متل الأسعار اللي كنا عم نشوفها وقتها كنا عم نطمر بالنعمة وعندك موضوع الرماد السام وين بده يروح مين أي منطقة بده تستقبله عد مين بدنا نردموله انت بس تحرق ألفين طون بالي وما تفرزي عم تحرم كل الصناعات المحلية من البلاستيك ومن الورق ومن الكارتون إذن إفادة عقارية بردم المحر أولا وإفادة لمن سيجدب المحارق ثانيا والخاسر الأكبر هو المواطن صحيا وماليا واقتصاديا ألين حلاق قناة الجديد